شخصية للعب في السيدكم ديال ديرونيا هي الشخصية ديال محمود بخا هاد محمود بخا واحد لاعب كورت قدم قديم جدا في السنوات الجميلة الثمانينات هذا ويحبه يعشق كورت القدم تقاعد بطبيعة حال لنكبر ولا مدرب باش يبقى يدور فهذاك الحوض الكوروي باش ما يخرش الشي ماهنا واحد اخرى بقى ولا مدرب ولا كيعمل مباريات وبطولات وذلك شي ديال الاحياء بطبيعة حال كي يعشق الكورة هي ويته الكورة كي حاولين نستقبع بين الحقب الكوروي اللي عاشها المغرب من السبعينات والثمانينات لكل هزوينا الى حين هاد الانتصار الجميل اللي حققنا مؤخرا في كأس العالم وديما عنده طموحات مستقبلية وبطبيعة الحال كي يعيش وسطو حد الحي اللي فيه ناس خورين فعنده علاقات مع عباد الله لكن مصطلحات ديالو لا تخلو من 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 الكلمات الكوروية يعني ما ما تبيضوش ما تدريب ليش ما هذا يعني كي تكلم بغيها كده هو وبطبيعة الحال عنده أسرة كتتكون من من مجموعة الأشياء اللي خليها حتى تشاف لا احنا كنتكلم عن الكورة قاطبة كنشيروا لها بعد الحلقات كنشيروا لها وكنفتخروا بها وكنطعوا كأمثلة وكنوصوا بها بعضياتنا وكنقولوا ما لكوش نتهو باللعب فلان فلاني وشتهوى وليد رقراجي يعني عندنا هذه المصطلحات لكن ما يعاش في الحي هي حياة جيد جيد عادية كتكون من جيران ومن ساب ومن أصدقاء ومن دكاكين تجارية يعني كين ابتي ماروك يعني مغربون صغير بداخلها زنقة إرقراجا الصعوبات كلها كتتجلة في الوتراك يعني هذا الوتراك كي يجي وهو سبب هاد الصعوبات كتولي كتقول عندك ما نكونش بزيان عندك هاد الضور ما يكوش كي شبه لديل ديال داك العام عندك الكوبراتير تكون حسن عندك حي البهاجة يكون حسن من هذا ولكن إلا أنا أتمخطت عن هالطريقة والآخر الزامن لأخر الزامن أخرى أكيد غنعطيه واحد لنا لتراك كي يقول لك هاداك خينا مسكين كي شدو لتراك نو هاداك فنان ناجح الفنان ليما كي شدوش تراك لا يفكر في مهنته ولا يفكر في المتلقي اللي هو الجمهور كان في تلفازة ولا في مصر بالعكس هي مسألة 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 تواجد مسألة مسألة علاقة ميدان مع فنان مع قناة يعني مني كتكون كتدوز في تلفزيون دائما وكتكون دائما كتغير نفسك وكتقلب على الدور من أحسن من حسن إلى أحسن صدقني غديبقى كل واحد كي يهتم بك لا الجمهور غديبريك ولا تلفزيون غديبريك ولا حتى البستشهير غديفضلك وغديبريك نتاير ما شاكي نقول لك إحساس ديالي بحال شي الطفل شرع ليه باباها بشكلية أنا مني عاول شفت فاهيد فرحت لو حد الفرحة كبيرة كبيرة بزاف لأن فاهيد ماشي ماشي ما كان نشوفوش فاهيد غدت باعدت الأمور ومقيناش كان نخدمه بعضياتنا نظر الالتزامات ديالي ولا ديالي ولا ديالي ولا ديال الاختيار بعد شركة الانتاج كي يقول لك ودي بغيتك انت هنا وبغيتوه هو هنا ما بغيتكمش بجوج لكن الفرحة والمفاجأة اللي قام بأسي خاليد النقري خلتني نحس على أنني طف الفل صغير اشترى ليه الواليد بشكلية فرحت وحد فرحة ما تصورش ألبل علاش لأن فاهيد بغالي بغاو كره اللي كره ضاهرة كانت غادي نقول لك شنو فرق بين الضاهرة وبين النجم نعطيت ميتالف الغنى وميتالف في التمثيل كين نجم وكين فنان هادي كين مشي من إله يعني كين عارفوا لأن التمثيل بدأوه رواد وبكري في خمسينات في ستينات كيدوزو كتشوف بمثيل وكي يجي ممثيل أخر محبوب لكن مره مره كتجي وحبوب أحد الظاهرة شي حاجة غريبة اللي كتفاجأ بحرف الغنى مثلا في الظاهرة المجموعات شفنا مجموعات رائدة ناس الغيوان شفنا جيل الجلالة شفنا السيهام شفنا الرصاد شفنا الارفاق لكن نهارجوا المشاهب غيروا مجرى الأغنية المجموعاتية كل شي ضار عندهم كذلك هو مثال جوج ديال الظاهرة عرفتهم الساحة الفنية الكوميديا نجوج للناس الهارم مصطفى الدسوكين اللي طول عمره وفاهيد عبد الخلق هادو نهارجا وحنا رأي بركض قلنا قلنا سافي وقلنا الاف سي فاند كارير لنا جوبوا حد طريقة خطيرة جدا ففاهيد يعتبر ظاهرة فهيد من دراسة ديال كوميديا نقول الجمهور الكريم رمضان مبارك سعيد عيد أضحى أبرك وأسعد أنتم السند أنتم الدعم منكم كنستفدوا منكم كنصلحوا أخطائنا بطبيعة الحال إلى جانب الصحافة وجانب النقاد بطبيعة الحال أنتم اللي كتنوروا طريقنا وأنتم اللي كتخليونا شادين في الحبل ما ترقينش من نوعا قوكا تستمروا وقوكا نبانوا معكم ونحضروا لكم كل ما في جهتنا حتى يديني الله وانا أمان